اهلا بكم اذا كان الجفاف سمة الزمان في الوقائع الغريبة التي نقرأها في روايته عين الفرس فان الجحود السمة الابرز في زماننا الذي لا يقل غربة عن كل الازمنة التي تخيلها في روايته ومجامعه القصصية الضلع والجزيرة ارانب السباقات الطويل الابله والمنسية ويسمين كليل ودنيا وغيرها من العنوين اخشى ان لا استطيع هنا الاحطة بكل اصدارات هذا الروائي الاستثنائي في المكتبة المغربية خصوصا والمكتبة العربية عموما الميلودي شغموم روائي استثنائي بكل المقايس كما هو اخصب روائي في المكتبة المغربية نحو عشرين نصا روائيا فضلا عن مجامع قصصية وكتب فكرية وفلسفية وكيفا هو اجرأ روائي عربي في مضمار التجريب والمغامرة السردية فهل ابالغ ان قلت انه رمز العجائبية في المثن الروائي العربي وهل ابالغ ان قلت انه الروائي الاكثر فلاة عن التأطير والتصنيف ثم هل اكذب اذا قلت اننا لم نواجه هذا الثراء الادبية سوى بالجحود جحدنا اعماله الادبية وجحدنا عمله الاكاديمي بعدما اشرف لنحو اربعين عاما على تكوين عشرات المئات من رجال هذا البلد بدأ مشواره المهني معلما للغات الفرنسية قبل ان يدرس الفلسفة في السلك الثانوي ثم الجامعي وكانت الفلسفة من علمته بان الحوار في الرواية يتطلب قدرا من التهكم والسخرية حتى يكون مولدا وظل يؤمن بان ابطال الرواية يقاومون من اجل قيم الحياة من اجل ان يكون الانسان انسانا وان لا يكف عن التطور من ناحية انسانيته وعن توسيع دائرة الضوء في عالم يزداد ظرما ووحشة بالسمرار حسب قوله فاي ظلم افضع من ان يرقد روائي بهذا الحجم نكرة في مراقد المرض والمكابدة واي وحشة اظلم من ان يكابد الامه نسيا منسيا انتبه الان الى انني ظالم ظالم وابخس المجهودات الجبارة التي قامت بها الفعاليات الثقافية في بلدنا لمؤازرة الميرودي شغنون كيف لا وقد دبجت الاشلاء المتبقية من اتحاد كتاب المغرب بلاغا بعدما نقل الى احدى المصحات اوائل الشهر الماضي اكدت فيه انها تتابع بقلق الحالة الصحية للكاتب المغربي الكبير الدكتور الميرودي شغموم حسب تعبير البلاغا الا يكفي ان يصفه البلاغ بكاتبنا الكبير والا يكفي ان يخبرنا البلاغ بان الميرودي شغموم استاذ جامعي باحث تخرجت على يديه اجيال من الباحثين في مجال الفلسفة والفكر المعاصر الا يكفي ايضا ان يؤكد البلاغ بان الميرودي شغموم من ابرز الكتاب الذين ارسوا دعائم الكتابة السردية بالمغرب وان يعدد لنا بعضا من عنوينها الا يكفي ان تعلن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب وهي الاشلاء المتبقية ان تعلن وقوفها الى جانب كاتبنا الكبير في محنته الصحية الا يكفي ان تلتمس في بلاغها من كل ذي غيرة عن هذا القطاع الحيوي ببلادنا ان يقف الى جانب هذا الكاتب الكبير الدكتور الميرودي شغموم هل ابالغ اذا ان قلت كل هذا وهل ابالغ ايضا ان قلت ان وضعه الاعتباري ومكانته الادبية لم تلقى ما يليق بها هل نطالب هذه الاشلاء المتبقية من اتحاد كتاب المغرب بتدبيج بلاغ اخر بعدما اشتدت محنة الميرودي شغموم دون رعاية مدية او معنوية هل نطالبها ببلاغ اخر سيكون الامر ممجوجا لكن هل تعرف خطأك صديقي الميرودي شغموم خطأك انك ظللت منزويا لابداعك زاهدا في اغراضهم انه خطأ فادح في زمن للدعاء والزيف فلا لوبيات لك اليوم ولا قوة ضاغطة وإلا لقاموا بما يلزم غير تدبيج سيرتك الذاتية والابداعية ترى ما معنى ان تكون ذا معنى في زمن الزيف والابدعاء لا شيء لا شيء دون لوبيات وقوات ضاغطة دمتم بخير وإلى حديث الأحد المقبل بحول الله ترجمة نانسي قنقر